اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتكلمنا عن حرق الوبرة وتكلمنا عن حل الوبرة وعرفنا ايه الفرق بين حل الوبرة وحر الوبرة وتكلمنا على ازالة موادنا شوائب على الاقومشاء وقلنا الغرب منها هو ازالة شوائب والمواد الموجودة بخيوط الصداء لكي تتحامل احتكاك الواقع عليها اثناء عملية النسيج النهاردة بقى هنتكلم هنكمل المواضيع بتاعتنا وهنتكلم عن عملية الغالي ايه هي عملية الغالي؟ عملية الغالية دي هي فيه القماش بيجيلي بيقى فيه شوائب فيه بكتين فيه مواد دهنية فيه بعد القذرات فيه شحم انا عشان اتخلص من حاجات دي كلها الحاجات دي كلها بتفقد القماش القدرة على امتصاص السوائل او بتخليلي امتصاص السوائل بيبقى بنسبة النسب بتاعته مش متساوية على سطح القماش عشان خاطر اخلي النسب بتاعته متساوية على سطح القماش لازم اعمل عملية مساوى للسطح طب اتساوي السطح ده ازاي? اننا اتخلص احنا طبعا اتخلصنا من الوبرة اتخلصنا مواد النشاوية لكن لسه عندي بكتين. البكتين ده هو الناتج ان عندي بعض جزيئات او شوحاجات من بزرة القطن موجودة في الشعيرات او اسنع عامية النسيج موجودة. عندي المواد الدهنية دي ممكن تكون من الشحم او الزيوت او دهون الموجودة برضو. عندي شموع. عندي باقة شمع. عندي اي قزرات تانية او اطريبها. طيب يبقى احنا كده هو لازم نجري عن حاجة اسمها عملية الغالي للاقمشة القطنية عملية الغالي للاقمشة القطنية يبقى اول عملية عندي اللي احنا هنكمل فيها. اللي احنا خدناها قبل كده هي عملية الغالي. يبقى عملية الغالي الغرب منها هو ازالة الشوائب والبكتين والدهون الموجودة بالخامات للحصول على درجة امتصاص للسوائل منتظمة. طيب. ايه هي المواد اللي باستخدامها في عملية الغالي. بيتعتمد عملية الغالي. اهم حاجة عندي استخدام هيدروكسيد السوديوم. اهم حاجة عندي استخدام هيدروكسيد السوديوم. هيدروكسيد السوديوم ده هو اللي بيقوملي بها الصودة كوية. هو اللي بيقوملي بعملية استحلاب الدهون. طبعا انا قلت عندي مواد دهنية. مواد الدهنية ده هي. لما تيجي تتفاعل مع هيدروكسيد السوديوم بيديني الصبون. احنا عارفين طبعا مادة دهنية زائد صودا كاوية او قلوي بيتحول لي الى صابون عندي ايه تاني عندي البيكتين ده هو بتحاب تفاعل مع المواد مع صودا كاوية بيتحول لي الى احماض دهنية سهلة الزوابان او احماض سهلة الزوابان في المية يبقى المواد اللي بستخدمها اول حاجة عندي هيدروكسيد السوديوم ده هو المهم جدا في عمية الطبيعة باستخدم كربونات السوديوم عشان ازبط الوصف بتاعه باستخدم هكسا ميتا فوسفاتات هكسا ميتا فوسفاتات ده هين للحصول على ماء عسر باستخدمها عشان خاطر احصر على لو مية بتاعتي فيها املاحة او فيها عصر مية بتبتيبنات تتخلص من عصر مية المغود باستخدم مواد المساعدة وباستخدم مواد ابتلال مواد ابتلال ده هين تساعد على ابتلال الخامة ايه هي العباية بتحدث اثناء العملية احنا قلنا ايه لسه قيلين قلت المواد الدهنية تتحول إلى صفون عن طريق استخدام الصودة كاوية. يبقى صودة كاوية زائد. عحمات الدهنية هيديني صفون. مش تحلل البكتين. ايه هو البكتين؟ البكتين ده بقايا بزرة القطن. هتلاقي نقط بني كده هوا. نقط بني كده موجودة على سطح القماش. نقط بني دي اللي هي بقايا البكتين. اللي هي بقايا بكتين. التخلص من أتريبة وبقع الشحن. السابون الناتج ده هوا الناتج من عملية الاستحلاب او عملية دوابان للمواد الدهنية مع السودا الكونية هذا يساعد لي على استحلاب الدهون المواد النشوية المتبقية لو في عندي مواد ما خلصتش او ما تخلصتش منها أثناء عملية ايزالة مواد البوش دي بتبتدي ان هي برضو منتخلص منها في عملية الغالي بتتحول مواد نشوية الى سكريات سهلة الزوبان في الميا طرق اجراء العملية ايه هي طرق اجراء العملية عندي أنا قلت غلي غلي تحت ضغط جوي أعلى من الضغط الجوي العادي يعني عند درجة حرارة أعلى من 100 درجة مقوية قلنا تحت ضغط يبقى أعلى من درجة 800 درجة مقوية دي بتستخدم لأغلب الخيوط والأقمشة القطنية وتايما دايما المراجل أو الماكينات اللي بتتم فيها بتتم فيها وهي مغلقة عشان تحفظ درجة الحرارة تاني حاجة غلي بدون ضغط يعني مراجل مفتوحة أو مكينات مفتوحة بتستخدم لأقمشة المقلمة بالطول وبتستخدم للأماش المخلوب بألياف صناعية هنتكلم على أنواع المراجل عندي نوعين من المراجل مراجل رأسية ومراجل أفقية دي كده معناها إيه؟ مراجل تحت ضغط مراجل تحت ضغط يعني درجة حرارة أعلى من 100 درجة مقوية وفيه نوع تاني من المراجل اسمه المراجل المستمرة المراجل الرأسية دي عبارة عن إيه؟ تتكون المراجل الرأسية دي من مواقع كبير مخروطي مصنوع من الصلب ومبطع من الداخل حتى لا يتأثر جداره من مواد كيموية لازم يكون التبطينة بتاعته من جوة بمواد بتقاوم من مواد اللي أنا بستخدمها أنا بستخدم طبعا صودة كوية الصودة كوية ده هي ممكن تعمل لعاكل في المعادن ماشي؟ بستخدم هكسة ميتة فوسفتات بستخدم سيليكات سوديوم ماشي؟ كل المواد اللي أنا بستخدمها دي كلها ممكن تأثر على المعادن فعشخاطك كده لازم المعدن بتاعه أو هيكل المكينة من جوة أو التبطينة بتاعت المكينة من جوة تكون مقاومة لأنها تتفاعل مع المواد كيموية اللي أنا بستخدمها ماشي؟ المكينة دايما بتشيل حوالي خمسة طن من القماش بتشيل حوالي خمسة طن من القماش قادي شكل المكينة بتاعتي ماشي؟ ده هيكل المكينة اللي على شكل مخروط هيكل الكبير ده ماشي؟ القماش بترصي فيه عن طريق جهاز رص القماش ده وضع رأسي طبعا وده هنا تحت هنا ترمبة لضخ المحلول ماشي؟ وعندي مسخنات أو أنابيب بخار مباشر وغير مباشر رفع درجة الحرارة وعندي هنا جهاز تسخين وعندي هنا مصفة ماشي؟ وعندي هنا موزع المكينة موزع المكينة القماش بيخشني من أعلى المكينة يبتدي القماش إن هو يترص من تحت الفوق ماشي؟ طبعا عن طريق الحدافة بتبتدي إن هي يتدخل القماش على جهاز الرص ويبتدي إن هو يترص القماش ويعادة ما اترسل قماش جوه المكنة ببتدي ان انا اقفل المكنة ما بقفلش المكنة على طول ايه اللي بيحصل ان ما ضخ المحلول اللي موجودة تحت دهيا بتبتدي ان هي تدخل المحلول بتاعي من تحت الفوق تدخل المحلول بتاعي من هنا هو يبتدي المحلول بتاعي من نص المكنة من تحت يبتدي ان هو يتضخ فيه المحلول يطلع في القماش من تحت الفوق ليه عشان خطر لو انا عندي اثناء ما انا مندخل القماش بتاعي في طيات الو ماشي داخل بتاعي في طيات ماشي او مرصوص جوه المكنة داخل في طيات او مرصوص جوه المكنة ماشي ممكن يكون عندي بعض الهوى موجود جوه المكنة او بين طيات الاماش بين سنيات الاماش او طيات الاماش ممكن يكون فيه هوا موجود الهوى ده فيه اكسوجين الاكسوجين ده ببواصل العملية عشان خاطر كده انا ما باجي ادخل المحلول بتاعي بدخله من تحت من المكنة والاماش بتاعي بيبقى داخل من فوق. يبتدي المحلول بتاعي يتشبع به القماش ويبتدي ان هو يطرد الهواء. يبتدي يطرد اكسوجين الهواء الجوي او الهواء المبوض جوه المكنة. نرجع تاني للمكنة. بعد ما المحلول بتاعي يبتدي ان هو يخش من نص المكنة ويتغمر القماش كويس جدا. يبقى فيه غمر جيد للقماش. ابتدي اقفل غطى المكنة. واشغل المكنة. يبقى كده ايه اللي يحصل? انا رصيت الاول حاجة القماش. بعد ما رصيت القماش ضخيت المحلول جوه من تحت من اسفل لاعلى. ضخيت المحلول على القماش من اسفل لاعلى. برفع درجة الحرارة. بعد ما يدغمر القماش كويس جدا واجيد الغمر. اقفل غطى المكنة. كده انا اتأكد مية في المية ان انا عندي الهواء كله اللي جوه المكنة طرع بر. ابتدي اشغل المكنة التعتي. طبعا بترفع درجة الحرارة التعتي عن طريق مسخنات الحرارة. درجة حرارة اعلى من مية درجة مقوية تحت ضغط. زي الافتكرة دايما زي حالة الضغط المنزلية. زي حالة الضغط المنزلية. ويبتدي القماش المحلول بتاعه يتحرك ماشي ويبتدي ان هو ينزل لقماش محلول تاني. يشفت مرة تانية ويجع تاني ويتضخ بعد كده من فوق لتحت. يتضخ من تفوق لتحت. في عندي موزع للمحلول. بيترفع درجة حرارة المحلول عن طريق المسخنات وعن طريق انبيب التسخين وعن طريق انبيب بخار مباشر وغير مباشر. وبيتضخ المحلول عن طريق الترمباط الموجودة في اسفل المكينة. الترمباط هي موجودة في اسفل المكينة. طيب تأثير العملية دي على الخامة بيحصل ايه بمكن يحصل ضعف في متانة الخامة طب ليه بيحصل الضعف لو لقينا اكسوجين في حالة وجود اكسوجين داخل الماكينة بين المسافات البينية التقاطعات الصداء واللحمة الاكسوجين ده بعمل لي ايه بيبواز لي على العملية بيحصل ضعف بيتحاول بيتغير اتجاه العملية تماما تاني حاجة الجيوب الهوائية التي تتكون بين طيات القماش اثناء رص عشان خاطب كده لازم بحط ايه بحط مادة مختزرة اسمها بيس الفيتو سوديوم يجي لي سؤال يقول لي علل يجب اضافة بيس الفيتو سوديوم عند اجراء عملية الغالي باستخدام الصداء الكوي علل يجب اضافة بيس الفيتو سوديوم عند اجراء عملية الغالي بالصداء الكوي انا بحط بيس الفيتو سوديوم ده ليه عشان بيتفاعل مع اكسوجين الهواء الجوي الموجود داخل الغلاية يبقى انا بحط بيس الفيتو سوديوم او المواد المختزرة عشان تتفاعل مع اكسجين الهواء الجوي الموجود داخل الغلاية الشروط اللي لازم اراعيها بقى ماجي اعمل العملية اول حاجة عملية رص القماش داخل المرجل تكون بانتظام يعني عرصها بانتظام يمنع تكون الجيوب الهوائية يعني ارص القماش بتاعي كويس جدا وجهاز الرص يبتدي ان هو اكون مزبطة ما يكونش في جيوب هوائية ما بين القماش وبعضه طياط القماش التأكد من طرد الهواء قبل غلق المرجل يعني ايه يعني اتأكد قبل ما قفل المرجل ان كل الهواء بتاعي طلع برا تبدأ عن طريق ايه عن طريقة خال المحلول الغلي من اسفل المكينة زي ما انا قلت ما جينا شرحنا النكنة ان انا بدخل المحلول الغلي من اسفل المكينة عشان خاطر يطلع لي الهواء على فوق تالت حاجة التأكد من غمر الاخمشة تماما في المحلول قبل بدء التجهيل لازم القماش بتاعي يكون جيد الغمر يعني المحلول بتاعي يمغطي القماش طبعا المحلول غطى القماش يعني معنى كده ان كل الهوى طلق برة بعد ما بخلص العملية ماشي بعد ما خلص العملية مكتدي ان انا افرغ المحلول عن درجة حرارة ما تقلش عن 95 درجة مقوية ليه؟ علل برضو ليه ما بتخليش ان المحلول بتاعي ما يصفوهش عن درجة حرارة أقل من 95 مقوية التفاعل الكيميائي اللي بيحصل ده بينتج عنه مادة لازجة مادة ليها لزوجة معينة المادة دهيا لو انا جيت عملت عملية تصفية للمحلول اولا انا بردت المحلول يبتدي الرواسب اللي انا طلع الدهيا او الحاجات اللي طلع من القماش تبتدي انها تترصب مرة تانية على سطح القماش يبقى عشان خطر كده لما اجي اعمل عملية تصفية للمحلول او اتخلص من محلول من درجة حرارة 95 درجة مقوية وبالتدريج ماشي ابتدي افتح فتحة الصرف واصرف المحلول عن درجة حرارة 95 ليه يجي ليعلل تاني ونأكد عليها ليه عشان خاطر بيتكون لي سائل لازج او محلول ذات اللزوجة معينة ماشي اللزوجة دي اللي هي تبقى شايلة الشواب شايلة البكتين شايلة المواد الدهنية عاملها في صورة مستحلب ده لو انا قللت درجة الحرارة عن 95 تبتدي انها تلتصب بسطح القماش مرة اخرى تمام تاني نوع عندي من المراجل المراجل الافقية يبقى المراجل الرأسية كان وضع القماش فيها في وضع رأسي المراجل الافقية لقينا ان احنا فيه عندي المراجل الرأسية فيها بعد العيوب ماشي انها بتاخد كمية محددة من القماش ان انا لازم اصف المحلول عن درجة معينة ان انا منفعش القماش بتاعي ممكن يكون يحصل له ضعف في المتانة طيب المراجل الافقية بقى ايه هي مميزتها اول حاجة اختصار الزمن بقى قلل للوقت المراجل الافقية ممكن يبقى عندي حوضين جنب بعض ممكن يبقى عندي ثلاثة على حسب نوع المكلة تاني حاجة سهولة استخدام القماش وهو مفروض العرض القماش بيستخدم وهو مفروض العرض عندي نوعين من المراجل مراجل مزوبلات الافقي ومراجل اسبس طيب ايه هي ما هو مراجل مزوبلات الافقي يستخدم في غلي القماش ويخش القماش بتاعي على العربيات طيب بيتسع المراجل درجة معربية بيبقى عندي جوه مكان لعربيتين عندي جوه مكان لعربيتين ماشي وعندي مكان لعربيتين برا يبقى انا عندي كده اربع عربيات بحيث ان انا ممكن لو انا طلعت القماش بتاعي برا بعد ما اعمل عمية الغلي ادخل الاتنين التانين على طول يستعدن في غلي الاماش على العربات ويتسع المرجل الى عربيتين ويفرغان خارج المرجل وتغيير العربيات لا يستغرق وقت بينما توجد عربيتين داخل المرجل تعبق العربيتين الاخرتين خارج المرجل بذلك نوفر الوقت مع زيادة الانتاج وزيادة حمولة المرجل تصل الى اربعة او اكثر والعربة مصنوعة من الصلب الغير قابل للصدق وبهذه الطريقة نحصل على الحركة الدائرية المنتظمة عن محلول الغلي حول القماش ده شكل المرجل الافقي ده طبعا مقفول ماشي هنا بيتفتح ده الغطى بتاع المرجل بيتفتح المغطى ده هو وبتخش العربيات محملة بالقماش تخش هنا هو في منتصفين المرجل ونقفل المرجل وتبتدي ضخ المحلول ودي مضخة هيا اللي بتبتدين انها تغزيل القماش بالمحلول ثاني نوع عندي من المرجل مرجل اسمس الافقي مرجل اسمس الافقي طب المرجل ده بيستخدم لets? بيستخدم في غلي القماش عالمفروض للقماشستان والقماش السميق زي قماش الجنس الجنس مثلا يبقى للأماش الستان والأماش التقيد زي الأماش الجنس تتم عمية الغلي بعد لف الأماش على درافيل خاصة يعني بيتلف على إيه على استوانات أو درافيل أو سيلندرات الدرافيل الواحد بيشيل حوالي واحد طن من الأماش ويتم تصبيت الدرافيل على حوامل ويتم دخول الأماش على الحوامل دي عن طريق قطبان بتبتدي زي أضيب السكر حديد كده هو يبتدي أنه هو يشيل أضيب السكر الحديد يبتدي أنه هو يشيل السنندرات دهيا أو الحوامل دهيا وبتدي أنه هو يدخلهم جوه الماكنة واقفل الماكنة واشغل الماكنة طريق تشغيل المراجل الأفقية بنملأ المراجل بالأماش بحيث لا توجد فراغات بين طيات الأماش تاني حاجة بدفع محلول الصودة الكاوية عشان خطر يحل لمحل الهواء الموجود تبدأ دورة الصودة الكاوية ونفتح سمامة بخار وخلي الماكنة مفتوحة شوية لغاية ما تخلص من البخار أو من الهواء الموجود داخل الماكنة بعد فترة بقفل غطى الماكنة وافتح سمامة بخار عشان خطر لو فيه أي هوى يبتدي أنه هو يخرج واستمر دورة الصودة الكاوية للتخلص من الهواء نهائي طول ما المحلول شغال يبتدي أنه هو يطرد للهواء نستمر في رفع درجة الحرارة الأعلى من 100 درجة مقوية اقفل المرجل حتى الغلايان استمر في فتح سمامة بخار عشان أوصل للدرجة المتلوبة على حسب نوع الضغط اللي أنا عايزاه عايزة 120 عايزة 130 على حسب الدرجة يكون القماش في وضع داخل المرجل ثابت ما بتحركش القماش ثابت ما بتحركش ايه اللي بتحرك المحلول عن طريق ايه؟ عن طريقة لنبط الدخ يبقى القماش بتاعي في المراقل الأفقية في مراقل الرأسية ما بتحركش ثابت اللي بتحرك عندي ايه؟ المحلول القماش بتاعي موجود على عربيات موجود على استوانات اللي بتحرك المحلول بتحرك عن طريق ايه عن طريق ضخ التنوبات بعد ما بخلص بعمل عمية تفريغ من المحلول من فتحة التصريف وبعد كده عن درجة حرارة احنا لسه قيلين عن درجة حرارة ما تقلش عن 95 درجة مقوي عشان خاطر ايه على الليل تاني نتذكر ونفتكرها ما بفرقش المحلول عن درجة حرارة قبل من 95 عشان خاطر ما يحصلش ترصب للشوائب دي مرة اخرى على سطح القماش بعد كده امبق المرجل مرة تانية اخر بالمية السخنة واعمل عمية شطف متكرر طيب قبل ما اطلع القماش برا لماكنة لازم اعمل ايه؟ لازم القماش بتاعي يكون طالع في درجة الحرارة العادية يبقى بعمل شطف بالمية السخنة وابتدي اقلل في درجة المية لغاية ما اوصل لدرجة الحرارة العادية ماشي عشان ما يحصلش تفاعل ما بين القماش وبين اكسوجين الهواء الجوي الموجود ماشي بعد ما بخلص بعمل عمية تبخير القماش ببخره ليه؟ عشان خاطر انشف او اشيل الشوائب الموجودة عليه تانية طريقة عندي طريقة اسمها دي بونت دي بونت ده بيتم مرور القماش في محلول في تسودة كوية بتركيز 3% عن درجة حرارة كام؟ درجة حرارة الغرفة هي 30 درجة مقوية 30 25 مش فرقة وعصوره بنسبة 100% ليه بعصوره بنسبة 100%؟ عشان اتأكد ان المحلول بتاعه يكون مشبع بمحلول السودة 100% تاني يبقى بغمر القماش في محلول في سودة كوية بتركيز 3% عن درجة حرارة 30 درجة مقوية وعصوره بنسبة 100% ليه؟ عشان يكون مشبع بمحلول السودة كوية وبعدين القماش بيمر بعد كده في حجرة مستطيلة عن درجة حرارة 103 درجة مقوية بعرضه لبخار بعرضه لبخار لمدة سواني بعد ما اتعرض لبخار في خزان السناري على شكل حرف ج لمدة ساعة لمدة ساعة بعد ما اتعرض لبخار بحطه في خزانه على شكل حرف ج لمدة ساعة بعد انتهاء عماية الغل بعمل عماية غسيل للأماش بالمية السخنة وبعدين المية البردة عدة مرات المية السخنة ليه؟ قلنا عشان خاطر للأماش بتاعي ما يبردش مرة واحدة لا ده انا لازم لأول خالص ادرج عماية تبريد الأماش لانه هو درجة حرارة عالية ماشي لازم عشان خاطر الشوائب ما تلتصقش على سطح الأماش ابرد الأماش بالتدريب اصحب الأماش من المراجل وارسه على العربيات اوارفه على استونات ادي شكل المراجل بالخلية مكيني على طريقة دي بونت الاماش بيخشيلي هنا على العربيات تهيا ماشي ادي الوحدات بتاعتي وادي محلول التغذية وبتخزن للأماش في محلول او على شكل حرف ج تمام تاني طريقة عندي طريقة بيكو طريقة بيكو طيب الاماش دي بقى مختلفة في طريقة شغلها عن طريقة دي بونت خالص اول حاجة بخسر القماش بالماء يخسر القماش اولا بالماء تاني حاجة بغمر القماش في محلول في حامد الكابريتيك بتركيز اتنين من عشر في الماء طب ليه حامد الكابريتيك ليه لان القماش جايلي قبل كده من عملية ازارة مواد البوش ماشي كان مشبع بعض القلوي او فيه قلويات عشان اعمل عميات معادلة عشان خاطر اعمل عميات معادلة معنى عشان خاطر اعادل الحامد اعادله بايه بقلوي وعادل القلوي بايه بحامد اخسل قماش مرة تانية بالمية غسلت القماش اول مرة بالمية وبعدين غمرته في محلول فيه حامد كبريتيك وبعدين غسلته تاني عشان خلص من اصر الحامد بالمية وبعدين باغمره في محلول السوداكاوي اللي بتركيز 3 ال 4% وحط معاه بعض المنظفات وحط معاه المنظفات المنظفات دي بتعمل لي على بتساعد على ابتلال الخامة بتساعد على سهولة الانتصاص السوائل بعرض الوماش بعد كده الضغط عالي عن درجة حرارة 100 و3 درجة مقوية فيه خزان على شكل حرف جي برضو مرة تانية لمدة ساعة واسحب الوماش بعدين اعمل عميد غسيل متكر طريقة ديك وهي ادي ماركل بعد ما خلصنا عميد الغمر بدخل القماش بتاعي فيه خزان على شكل حرف جي او حرف ال حرف ال او حرف جي بيتخزن هنا وتعرض لمدة ساعة للبخار يتغرق عرض لمدة ساعة للبخار ده رسم تخطيتي للمكانة عندي بعد كده طريقة الغالي بطريقة ماتسيون طيب ايه هي بقى يبقى احنا كده خدنا مراجل الافقية وخدنا مراجل الراقسية وخدنا ماركل سميس ماركل مازو بلات وخدنا طريقة دي بونت وخدنا طريقة بيكو ناخد طريقة ماتسيون طريقة ماتسيون دي بيحصل ايه ان انا بشبع القماش محلول السوداكاوية بتركيز 8% عند درجة حرارة وبحط معاها مواد مساعدة عند درجة حرارة 82 درجة مقوية تاني يبقى انا بحط القماش بتاعي في محلول فيه السوداكاوية بتركيز 4% وحط معاها مواد مساعدة على ابتلال مواد ابتلال يعني عند درجة حرارة 82 درجة مقوية وبعدها اعرض القماش للبخار لمدة ساعة وبعدين اعمل عميد غسيل متكرر بماء ساخن ثم ماء بارد وبعدين اسحب القماش على هيئة عربيات او اهدفه على رول طيب زي ما اتكلمنا دي كده هو طرق طرق غلي غير مستمرة طرق غلي غير مستمرة يعني انا بخش القماش بتاعي بخش جوه المكنة منفصلة من اول الاخر القماش جوه المكنة في حاجة احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت على الطرق المستمرة والنصف المستمرة والطرق الغير مستمرة غير مستمرة يعني مكنة خاصة بذاتها القماش بيخش جوه المكنة بيعمل عملية واحدة فقط بيعمل عملية واحدة فقط طيب النصف المستمرة يعني ايه يعني قماش جايلي من عملية دخل على المكنة ده هين ووقف بعد كده او القماش جايلي من بعض العمليات دخل على المكنة وكمل على عملية واحدة بعديها او او القماش يكون بدايته من عندي من مكنة ويخش على عملية تانية ده النصف المستمرة طيب المستمرة يعني ايه يعني القماش جايلي من عملية ازالة مواد البوش دخل على عملية الغالية دخل على عملية الطبيل دخل على عملية التحرير او الصباقة يعني خط انتاج 3-4-5-6 ماكينات و4 غير مستمرة يعني مكنة واحدة بس مستمرة يعني خط انتاج متصل ببعض طيب نصف مستمرة يعني القماش بيقف عند مرحلة معينة ويروح وقت ما يكملش يأما يبتدي من المكنة دهيا ويقف يأما يقف عند المكنة اللي انا بستخدمها طيب مكينات الغالية المستمرة زي ما عندي في عندي مكينات قلنا غير مستمرة عندي مكينات مستمرة اهم مكناة عندي والشهيرة عندي مكينة كينين فيفر بيتعتمد على ايه بقى؟ بيتعتمد ان ان القماش بتاعي بتغمر في محلول في سودا كوية في عندي اخوات غمر ويتعسل الاماش بتاعي باستوانات العصر وبعد كده الاماش بتاعي بيخش على حجرة التفاعل في حاجة عندي اسمها حجرة التفاعل حجرة التفاعل دي درجة الحرارة بتاعتها تبقى 143 درجة مقوية 143 درجة مقوية بنقول عليها في المصانع اسمها الاتوكلاف اسمها الاتوكلاف في الحجرة دهيا او في المكان دهوا بيتم تفاعل او بيتم التفاعل ما بين السودا كوية وما بين الخامة عشان خاطر تتجي انها تتخلص من الشوائب ومن الدكتين ومواد الدهنية بتقعد فيها على حسب من 30 ل 60 ثانية او من دية لدية ونص وبعدين بدخل رجل عماشة على عمليات غسيل متكرر ماشي يبقى باختصار شديد المكنة بخشي للعماش يتغمر في احواض غمش بعد ما بتغمر في احواض الغمر اللي فيها الصودة الكوية ومواد الابتلال ومواد المساعدة بتعاصر العماش بعدين ادخلوا على حجرة التفاعل حجرة التفاعل بتاعتي دي درجة حرارتها متقلش عن 143 درجة مقوية درجة حرارتها 143 درجة مقوية بيحصل فيها التفاعل ما بين الصودة الكوية وما بين الخامة ماشي عشان خاطر تتخلص من الشوائب والقزرات والبكتين الموجود بالعماش وبعد كده بيخرجوا الاماش بتاعي على احواض الغسيل والتصبيب طيب نتكلم بقى مكات الغني مستمرة عندي مكينات تعمل تحت الضغط العادي ومكينات تعمل تحت ضغط أعلى من ضغط الجوي طيب المكينات بتعمل تحت المغض الضغط العالي زي مارجر إيد ميتسون بنز ده أول المراجل المستمرة اللي تستقدم في عميات الغالي ويخش فيها القماش على المفروض او على هيئة حبل يعني ممكن استخدم القماش بتاعي اما مفروض يا اما على هيئة حبل بيحصل ايه بقى ان قماش بتاعي بيخش يضغمر ده شكل تخطيطي للماكنة الممكنة بتاعي يخش من هنا ويتغمر زهابا وإيابا بيتغلي يتغمر ويتعلط لبخار ويتغمر ويتعلط لبخار ويتقله بيضات لبخار ويحصل التفاعل ويخرج المكهن من الناحية التانية يبقى إحنا لو جينا نقول المكهنة دي تعمل إزاي بيتم التفاعل أثناء مرور eses الثالثة زهابا وإيابا بين السوانات العدوية والسوانات السفلية تاني نوع عندي من المكينات مكينة تعمل تحت ضغط او اعلى من ضغط الجوي اللي احنا قلنا عليها مكينة ايه بتعتمد نظرية التشغيل للمكينة دي على دخول الوماش بعد عملية ازالة النشا ويغمر الوماش في محلول السودة الكوية ثم يتم عصره بنسبة ويدخل الى حجرة التفاعل اللي هي احنا قلنا عليها الايه الاوتوكلاف لدرجة حرارتها 143 درجة موية لمدة 60-90 ثانية وفيها بيتم التفاعل وبعدين بيخرج الوماش على احواض الغسيل ويخرج على المكينة اللي بعدها ايه دي شكل المكينة دي كده هو المدورة اللي في النص دي حجرة التفاعل دي حجرة التفاعل اللي هو ماش بيخشلي بيتم غمره في احواض الغمر ماشي احواض اللي فيها السودة الكوية كزهود ماشي واخش بعد كده اللي هو ماش على حجرة التفاعل ماشي بيتم التفاعل ما بين محلول السودة الكوية ومبين الخامة عند درجة حرارة 143 درجة موية طبعا أنا الأماش بتاعي بيمر على إصطونات علوية وإصطونات صفلية بيطلق عليها اسم الإصطونات المساعدة ولو عندي بتعصر الأماش بيستدعصر بوسطة إصطونات العص ويخرج أماش بعد كده على أحواض الغسيل أجموعة من أحواض الغسيل ويخرج أماش على العملية اللي بعد كده طيب إحنا اتكلمنا على مكينات الغالي طب إيه هي الصيونة الغالي يعني درجة حرارة عالية الغالية العادية ممكن يترصب عليها السوائل ممكن يترصب عليها يتكون طبقة عزلة جوه سطح الماكنة من جوه ماشي طيب زي مثلا لمثلها كده هون بالبراض العادي عندي في قلب البيت أما تعود يتغلي نقعد نغلي فيه مية فترة طويلة وبتلاقي فيه طبقة كونت من جوه الطبقة دي بتعمل ايه؟ الطبقة ده هي عبارة عن أملاح الأملاح الموجودة في المية الأملاح الموجودة في المية دي تبدل بتعمل تآكل في المعدن ده هو وتعمل ثقوف فيها أهل مراجل نفس الكلام أنا بدخل فيها محلول بدخل فيها مية عن درجة حرارة كام أعلى من 100 درجة مئوية أو درجة الغلايين بتترصب على جدران الغلايات ده هي الأملاح فبتقلل من كفاءة الغلاية طب يبقى لازم أعمل سيانة ولازم رعي حاجات في عملاء مكينات الغلي ايه هي بقى الحاجات ده هي أول حاجة يلزم إيجاد طريقة معينة لتنظيم درجة الحرارة والرطوبة تاني حاجة في عندي أبخيرة بتطلع الأبخيرة ده هي بيبقى فيها ايه بيبقى فيها روائح مواد كاموية لازم يكون فيه شفطات عشان تسحب الأبخيرة ده هي أعمل بلعات بسرعة صرف المحليل الكاموية حتى لا تؤثر على الأحواض والعدد وماكينات أخلي بيبقى في عندي بلعات دايما موجودة بحيث إن هي بلعات في الأرضية بتاعت المصنع بحيث إن هي تتجي إن هي تصرف لي المحلول باستمرار أي صرف المحلول أو أي فائد هيطلع من المكنة يبتدي إن أنا أتخلص منه طيب أعمل إيه تاني؟ أعمل تغطية للمكينة والمنشآت والأرضية لإطارة عمر المكنة الفعلي يعني إيه تغطية؟ يعني بأعمل لها زي السطح الخارجي السطح الخارجي فقط مش جوه المكنة السطح الخارجي فقط يعني بأعمل لها تغطية بعد أنواع الشحوم أو أنواع الشموع اللي بتتحمل درجة الحرارة العادي أبطن واكس الحوائد والأرضيات بمواد مقاومة الأحماض إحنا شغلنا إحنا تخصصنا تباعة وصباعة وتجهيد منسجات يعني بستخدم مواد كيموية بستخدم أحماض بستخدم قلويات والحاجات دي كلها ليها تأثير على الخمات سواء بقى حوائد سواء أرضيات سواء مشمعات زي ما يكون أعمل أجهزة شفط الغازات والأبخيرة المتساعدة عشان نحتاج تلوث بيئة داخل المصنع نتكلم بعد كده على مكينات العصر يبقى إحنا كده خدنا مكينات الغالي واتكلمنا على مكينات الغالي وقلنا الغرب من عمية الغالي الغرب من عمية الغالي هو التخلص من الشوائب والكذرات والبكتين الموجودة بشعيرات القطنية طب إيه هي الشوائب؟ إحنا قلنا الشوائب ده هيا زي ما يكون من قل يكون أتربة من قل يكون قذرات البكتين ده عبارة عن بعض قشور من بزرة القطن عشان أتخلص منها بأتخلص منها باستخدام عمية الغالي في محلول في صودة كوية الصودة كوية جيها اللي بتقوم لي مع عمية التفاعل طب إيه هو دور الصودة كوية؟ لو نيجي نفتكر ونقول يجي لك عالي اللي يقولك سؤال عالي ليه باستخدم الصودة كوية عند إجراء عمية الغالي أو يفضل استخدام الصودة كوية عند إجراء عمية الغالي ليه؟ ليه لأن الصودة كوية بتعمل حقتين أول حاجة بتتفاعل مع مواد الدهنية وتحولها إلى صابون طب الصابون ده فايدته إيه؟ الصابون ده من ضمن مواد الابتلال اللي احنا خدناه في مادة العمليات إن الصابون ده من ضمن مواد الابتلال والصابون ده بيساعد على ابتلال الخامة بانتظام ويساعد لو في عندي دهون يعمل استحلاب للدهون يبقى كده فايدة الصبون تاني حاجة باستخدم السودة الكوية بتتفاعل مع بكتين وتحولها الى احماض سهلة الزوان دهنية سهلة الزوان في الماء يبقى انا كده خلصت من الشوائب والبكتين والقذرات باستخدام السودة الكوية وباستخدم تاني من ضمن المواد هكسا ميتا فوسفات وباستخدم بيس الفيتوسوديوم ومهم جدا بيس الفيتوسوديوم ليه؟ علل ليه بيستخدم بيس الفيتوسوديوم؟ قلنا لانه بتفاعل مع اكسجين الهواء الجوي الموجود داخل الغلاية ماشي عشان ازود وارفع من كفاءة عملية الغالي وباستخدم هكسا ميتا فوسفات ليه؟ باستخدمها عشان خاطر احصر على ماء يسر للتخلص من املاح العصر الموجودة في الماء طيب احنا قلنا كمان انا عندي فيه املاح حديد باستخدم حاجة اسمها سيليكات الحديد ماشي؟ او سيليكات السوديوم باستخدمها ليه؟ بتبتدي ان هي تبقى عاملة زي المغناطيس جوه المحلول تبتدي تجذب جزيئات الحديد بعيدة عن سطح القماش جزيئات الحديد بعيدة عن سطح القماش وتوجده في صورة معلقة بعيدة عن سطح القماش وقلنا حاجة مهمة جدا من انسهاش ان انا عما يجي اصفي المحلول بتاعي اصفيه عن درجة حرارة ما تقلش عن 95 درجة مقوية ليه؟ 95 درجة مقوية انا المحلول بتاعي بعد ما بقى خلص العملية بيبقى عامة عبارة عن دي لزوجة معينة المواد او التفاعل نتيجة التفاعل ده بيبقى المحلول لزوجة درجة لزوجة معينة طيب درجة لزوجة ده هي ايه اللي بيحصل فيها؟ انا لو صفيت المحلول عن درجة حرارة اقل من 95 تبتدي ان هي الشوائب اللي موجودة في اللزوجة ده هي تبتدي تترصب على سطح القماش فلازم اراعي ان انا وصفيش المحلول اللي عند درجة حرارة 95 وما اجي اطلع بعد كده ادخل على القماش مية سخنة وابتدي اقل درجة الحرارة للقماش في تدريجيا تدريجيا ليه بقى؟ عشان القماش ما اطلعش للهوى وهو عندي لسه في عندي مواد مختزرة يبتدي نوات اكسد باكسجين الهواء الجوي تمام؟ نتكلم بعد كده قلنا في عندي بقى حاجة تانية مهمة في كل الماكينات او في كل العمليات الماكنات دي او العملية ده هي مقدش تستغنى عنها نهائي اتكلمنا عنها بطريقة غير مباشرة في ازالة مواد البوش واتكلمنا عنها بطريقة غير مباشرة في عملية الغلي اهما بقى الماكنتين دولت او ايه هما؟ اتكلمنا عن قلنا القماش بتغمر واطلع عصوره يبقى في حاجة عندي اسمها مكنات عصر صح كده؟ طيب اتكلمنا تاني قلنا القماش بعد ما بعصوره او بعد ما خلص العملية بدخل القماش اعمله عمية غسيل يبقى في حاجة عندي اسمها مكنات غسيل يبقى انا عندي لازم في كل مكنة ملحق بيها مكنات غسيل بعد كل مكنة لازم يكون ملحق بيها او لازم اعمل عمية الغسيل عمية الغسيل دي الغرض منها ايه هو التخلص من اثار المواد الكيموية الموجودة بالقماش يبقى التخلص من اثار المواد الكيموية الموجودة بالقماش عشان ما يجدخلوا على العملية التانية المواد الكيموية دي ما تأثر ليش على تكفاءة العملية التانية تاني يبقى الغرب من عمائية الغسيل هو او الغرب من مكينات الغسيل هو التخلص من اثار المواد الكيموية الموجودة بالاقمشة طب والعصر غرب منه ايه هو التخلص من اكبر قدر ممكن من السوائل الموجودة بالاقمشة انا ما باجي عصر القمش كويس قوي يبقى انا بطرد بطرد المياه برا القمش ماشي بيها مكنات كتيرة مكينة الطرد المركزية وعندي العصرات بزات استوانتين وزات ثلاث استوانات وعندي مكينة العصر بالشفط وعندي مكنات كتيرة قوي للعصر ماشي بس اهم ما يميز المكينات اللي عندي ان انا عندي استوانتين استوانة علوية واستوانة صفلية بيمر ما بينهم القمش زي كده هو ماشي انه ماشي كده بيمر زي الورقة واستوانة علوية واستوانة صفلية وبتدي ان نتيجة الضغط ده هو بيحصل عملية العصر تمام يبقى نقول بقى معنا كده هو الغلب من عملية الغسيل هو التخلص من اثار المواد الكيموية والمواد العلقة بالاقمشة وازالة الانوان الزائدة طب انا بعمل عملية الغسيل على ايه ممكن اعمل غسيل للصوف وهو خام واناخدها بعد كده ممكن اعمل عملية الغسيل او لازم اعمل عملية الغسيل بعد ازالة مواد البوش بعد عملية الغالي بعد عملية الطبيط بعد عملية استباغة بعد اتباع بعد عملية التجهيز يبقى عملية الغسيل دي عملية مهمة جدا 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 لازم تلحق كل عملية من العمليات ايه هي العوامل بتؤثر على عمية الغسيل اول حاجة عندي كمية الماء المتبقي بالقماش بعد مروره من حوض لحوض انا عندي كذا حوض غسيل ماشي ما كانت ممكن تتكون من 8 احواض غسيل يبقى القماش بتاعي لما يطلع من الحوض ده يخش الحوض ده هوا ماشي لو في عندي مشبع لسه بيه لو عندي القماش لسه مشبع بكمية من الماء ماشي بيأثر على الحوض اللي بعديه لكن انا لو عصرت كويس قوي لو ماشي بعد كل مرحلة بعد كل حوض لو عصرت انه ماشي كويس ماشي ما هي اللي بتاني نسبة نسبة مهودك رشة حتى نعم وهت بقى قمت او قمت بتاعي انه من حوض من حوض اولا بتاني يطلع القماش اعصره بواسطة استوانات العصر يخش على الحوض اللي بعديه يكون القماش فيه نسبة مواد كموية اقل شوية تاني حاجة نسبة الشوائب الموجودة في المحلول وكمية المحلول الخارجة من كل واحدة لازم فيه شروط اراعيها اثناء ما يجي اعمل عملية الغلي اول حاجة عندي يكون المية اللي انا باستخدمها عبارة عن ماء يسر يبقى عبارة عن ماء يسر يبقى اول حاجة عندي الماء اليسر تاني حاجة لازم ما اجي اخسر القماش اخسله بمية سخنة كويس ثم اشطف بمية سخنة تاني وبعدين بردة طالما غسلت بمية سخنة يبقى ما يجي اعمل عمية الشطف اشطف بنفس درجة الحرارة ليه عشان الشوائب ما تبدجعش تلتصك بسطح القماش مرة تاني وبعدين اشطف بمية بردة اعمل عمية الغسيل مع التصبين بيحتاج الى احواض كثير من الاحواض تحتوي على مواد التصبين بيعقبها غسيل بمية سخنة وبعدين غسيل بمية بردة في احواض متكررة اما اجي اشطف بمية سخنة اشطف بمية ساخن متكرر ثم الماء البارد المتكرر وما اسحبش القماش اطلع بره المكنة اللي ما يكون القماش وصل لدرجة الحرارة بتاعة الجو عشان خاطر كده اخر حاجة عندي بخسل القماش بمية بردة او اشطفه بمية بردة وفي كذا حود وراء بعض يعني في احواض متكررة التالي القماش بتاعي بيوصل لدرجة حرارة الغرفة يبتيجي لانما خرج القماش ما يتقصرش او الخامة بتاعتي تتأثر بالهواء الجو اتأكد ان القماش مفروض العرض الاماش مرر ما بين عندي المكنة وهو مفروض العرض داخل المكينة اتأكد من ثبات درجة الحرارة اثناء العملية وقلل الشد واظبط سرعة المكنة دي مهمة جدا ان انا لازم اثبت درجة الحرارة اثناء العملية وقلل الشد على الاماش واظبط سرعة المكنة لان لو شدت الاماش كويس قوي الاماش هو مشدود اما يجي يمتص السوائل هيمتص او المحلول هيمتص بقليل اما تكون شد حاجة قوي كده وتيجي دعمورها في قلب المية هتلاقي ان كمية انتصاصها للمية اولية طب رخي شوية اما ترخي شوية تبتدي ان هي كمية الانتصاص بتاعة المية بتاعتي تكون اكتر شوية تمام انواع مكينات الغسيل عندي نوعين من مكينات غسيل مكينات الغسيل على هيئة حبل يعني لو مش بتاعي يكون مضموم العرض ومكية الغسيل مفروض العرض يبقى عندي حكتين على هيئة حبل وعندي الغسيل مفروض العرض على هيئة حبل دهيا اهم ما يميز عندي هي مكينات الغسبل مكينات الغسبل دهيا مكينات بقولها عليها الجوكر بتاع الصباغة او الطباع او الجوكر عندي في المصنع مكينات الغسبل دي بتستخدم مكينات غير مستمرة مكينات غير مستمرة طب ما كانت الغسبل دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كاما بيضاوية ماشي ديها شكل بيضاوي ماشي وبيتحط عليها القماش ويدلدل القماش جوه المكينات الحب بتاعها على شكل حرف يعني اللي هو في ولا هو يو يعني حود على شكل حرف يو مثلا الحود هوا فيه كاما بيضاوية من فوق المكينات دي باستخدمها بقى بقولنا مكينا صوبة باستخدمها في الصباغة استخدمها في الطبيت ممكن استخدمها في الغلي يبقى مكينات ممكن استخدمها في الغسيل المكينات دهيا بقول عليها الجوكر بتاع المصنع عندي مكينات الغسبل بقول عليها الجوكر بتاع المصنع عندي دي بتستعد من الأقمش والتي يخشع عليها من الشد زي الأقمش الجيرسي زي الأقمش اللي هي اللقرة اللقماش فيها مبقاش مجدود بيبقى متدلي داخل المكينة ماشي وبتجرع عليه العمليات بتاعتي نتكلم على ماكينات الغسيل على هيئة حبل ماشي عندي نوعين من المكينات ماكينات ذات مرور رأسي وماكينات ذات مرور أفقي طب ايه هي المكينات ذات المرور الرأسي عندي اول مكنة اسمها مكينة الغسيل تراز كلابو تستخدم هذه المكنة للغسيل اساسا في قطوط الطبيب يعني عندي خط الطبيب بتاعي بيبقى فيه المكنة دي بتوقف نجاح الطبيب على عملية الغسيل طبعا اي عملية بتوقف نجاحها على عملية الغسيل طبيب يعني انا بكسب الرماش لون ابيض بستغبار من الرماش في محلول وبكسبه لون ابيض طب انا لو ما غسلتش كويس لو فيش هوايب هتترصى مع القماش فبالتالي عمره ما اللون بتاعي كما تستعدم بعد إزالة النشاء والغالي وهي تشبه مكينة الغسيل اليدوي التقليدي اللي هي بالنقر كأنك كده بجيب القماش بتاعي بنقعه في ألف الحود وطلعه بنقعه وطلعه بنقعه وطلعه ماشي كأني بخسر غسيل يدوي ما أنا لو فيه حاجة خايفة عليها بروح جايبه طبق كده أول وحطه فيه القماش وطلعها وغير الحود وغير المية كل شوية تمام طريقة تشغيل المكينة دهية بتنقع القماش في محلول الغسيل بيرفع القماش لأعلى لإجراء عملية العصر يتم تجميع محلول العصر وصرفه خارج المكينة وتقرر العملية هذه المكينة بتاعتي دي شكلها كده الجزء ده بينزل شايفين الجزء ده بينزل كده يتغمر ماشي وارفع القماش اللي هون بيترفع لفوق ماشي واعمل له عملية العصر وارجع تاني المحلول بتاعي بيتحرك وانه ماشي بتاعي بيتحرك مميزات مكينة الغسيل تراس كلابه أول حاجة عدم تعرض الأقمشة للشد طبعا انه ماشي بتاعي مش مشدود انه ماشي بتاعي اعمل له عملية استرخاء أو متدلل داخل المكينة زيادة مدة بقاء الأقمشة في محلول الغسيل يديني نتائج أفضل طبعا الاماش بتاعي طول ما هو منقوع في الحوض الاماش بتاعي طول ما هو منقوع في الحوض بيحصل تبادل ما بين المية وما بين أو محلول الغسيل وما بين القمش تبادل ما بينهم وبعدين من حركة القمش مع المحلول بيبتدي انه هو القمش بتاعي خش جوه المحلول بتاعي تغلغ جوه سطح القمش ويبتدي الشوائب بتاعتي تبتدي او موادك المواد تبتدي انه سهل انه اتخلص منها عندي تاني نوع من مكينات مكينة الغسيل تراس مالتي فليكس مالتي فليكس دي من انتاج شركة كليم فيفر من انتاج شركة كليم فيفر شركة كينيفيبر دي شركة ألمانية شركة ألمجنية بتعتمد نظرية التشغيل بتاعتي على أطاء الوماش للزمن الكافي يعني بدي الوماش للوقت بتاعه كفاية عشان خاطر يحصل تفاعل ما بينه وبين محلول غسيل مع بعض عشان يحصل ما بينهم التفاعل تتميز المكنة دي بوجود ست سنارات ست سنارات على شكل حرف ج لكل طرف حيث لكل طرف حبل سنري خاص يعني ممكن أدخل ست أطوال في وقت واحد ممكن أدخل ست أطوال في وقت واحد تتعرض الأخمشة في هذه المكنة للرش وليس الغمر ده شكل المكنة ده شكل حرف ج منهم الوماش بتاعي بيخش طبعا هنا وحدة التغذية بتاعتها ايه اوماش بيخش من ناحية دي كده ماشي طبعا الوماش بتاعي مضموم العرض يعني ايه مضموم العرض تاني لو قلها تاني مضموم العرض يعني أنا الوماش بتاعي هوا ماشي جبتي الطرفين على بعض ايه دي اهو ضميته كده بقى الوماش بتاعي على هيئة حبل بقى الوماش بتاعي على هيئة حبل ماشي ده كده مسمو مضموم العرض او على هيئة حبل ده اللي بيخش على المكان لكن مفروض العرض يعني الوماش بتاعي بيبقى بعرضه كله تمام نبس نرجع تاني للمكانة بيخش الوماش بتاعي عن طريق الاستوانات المساعدة ومضموم العرض قلنا هوا مضموم العرض ايدي الاستوانات المساعدة ويخش هنا جوه الخزانة لشكل حرف ج ايه اللي بيحصل هنا بقى الوماش بتاعي بيتعرض للرش يعني المحلول بيتبقى عليه مش طريق الغمر بيترش عليه بيقى عن طريق رشاشات رشاشات من جوه المكانة تبتدي نهيئة رش على سطح الوماش ويبقى يتغرى المحلول الغسيل جوه تمام مازايا مكينة الغسيل تراز مالتي فيلكس احنا قلنا مالتي فيلكس دي عبارة عن ست سنارات عبارة عن ست سنارات او ست غرف على شكل حرف ج 7 غرف على شكل حرف ج يعني من اهم المميزات ان هي المكنة دا هي ممكن تشلي تشتغل معي 6 عروض قماش مع بعض يعني ممكن ادخل 6 اتواب قماش مع بعض يعني مش حتة وخلاص وخلاص على كده يعني مش طوب قماش 1000 متر وخلاص واقف لا ممكن اشغل 6 عروض مع بعض طيب مزايتها ايه اول حاجة الاقتصاد في استهلاك محليل المعالجة وانخفاض معدل استهلاك المياه كل ده بديني استهلاك انخفاض في معدل استهلاك البخاش عندي نوع تاني من مكينات مكينة الغسيم وتعددة المراحل تتكون هذه المكينة بمجموعة من الغرف يتراوح عددها ما بين 4 او 5 او 6 على حسب حجم المكينة طريق تشغيلها بمرر الاماشد على داخل الغرف على استوانات علوية وصفلية بداية من اول غرفة حتى اخر غرفة ثم تبدأ لقمشة في العودة مرة اخرى وتعود على المرور تعتمد على مرور الرأسي للمحلول اهيه يانا انا عندي هنا هو ده حوب من الاحواط ممكن يبقى 4 او 5 او 6 الاماش بتاعي بيخش دي على استوانات المساعدة وهدي استوانات الغمر استوانات دي كلها استوانات مساعدة واستوانات غمر بيتلق الاماش بتاعي يبدل رايح طالع ونازل على الاستوانات والغرف بتاعتي ويخرج الاماش يتأثر وخرجه من الاماش طب هنا بيعتمد على ايه بتعتمد نظرية التشغيل هنا على ان اماش بتاعي بيتحرق والمحلول بتاعي بيحصل له عملية ضخ الاماش بتاعي بيتحرق والمحلول بتاعي بيحصل له عملية ضخ يعني تعتمد على ايه على المرور الرأسي للمحلول يعني المحلول بتاعي بيتضخ على الاماش وفي نفس الوقت حركة القماش تمام العوامل بتساعد على زيادة كفاءة العملية اول حاجة المرور العكسي المحلول المحلول ماشي في اتجاه والقماش ماشي في اتجاه اما الاتنين يكونوا عكس بعض درجة الكفاءة بتبقى عادية اما يكون اتجاه المحلول من اتجاه اليمين والقماش والقماش ماشي بالاتجاه الشمال بيحصل ما بينهم تصادم او التقاء اكثر تمام تاني حاجة الغمر والرفع المتكرر طول ما انا بغمر القماش واطلعه اطلعه ونزله بيحصل تبادل ما بين المحلول ما بين الاماش التحكم في الشد الواقع على القماش طب ده بتحكم فيه ازاي بتحكم فيه بغير سرعات الدرافيل العلوية المنقادة واستوانات العصر او بتحكم فيه بقيادة الدرفيل الصفلي مش اعنا عندي قلنا فيه استوانة علوية فيه استوانة صفلية الاستوانة العلوية دي بقول عليها الدرفيل القائد استوانة صفلية بقول عليها المنقاد ماشي بتحكم في واحدة فيه وما تبتدي نهاية تزبط للسرعة بتاعتي سرعة الماكينة التاعتي ما تقلش عن 250 متر على الديع عندي نوع تاني من ماكينات اسم ماكينة الغسيل اللي أخمشة تراز نيجرا تراز نيجرا يستخدم هذا النوع من الماكينة لغسيل القماش المطبوع لغسيل القماش المطبوع ماشي ماشي يعني ايه مطبوع يعني قماش عليه مواد متخنة ماشي ماشي عليه مواد متخنة متخن عشان نتخلص من مواد او متخنات او عاجلة التباعة الموجودة على سطح القماش تعتمد نظرية التشغيل بتاعتي على حركة القماش غير مجدود وغمره في حض الغمر زي ماكينة الهاصبر بالزبط هي الماكينة دي زي شبه ماكينة الهاصبر عبارة عن حدين ببتدي ان انا ادخل القماش بتاعي ويتم غمره وغسله الماكينة دي مهمة جدا 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 وبتستخدم فيه المصانع وديها مميزات رهيبة جدا ماشي لان انا ممكن استخدم عندي فيها حدين غسيل وحدين دولة القماش بتاعي ما بتعرش الشد فيهم يبقى احنا كده النهاردة خدنا اولا ان العملية الغالي وخدنا ايه هي الغلب من عملية الغالي مواد المستعدمة في عملية الغالي وخدنا عملية الغسيل والغلب من اجراء عملية الغسيل ونقدر نقارن ما بين عمليات الغسيل المختلفة ومكينات الغسيل المختلفة وان شاء الله المرة الجاية هنتكلم على مكينات الطبيض وانا نشوف بقى احنا هناخد ايه المرة الجاية واتمنى ان احنا نكون استفدنا من الحلقة بتاعت النهاردة ماشي وعندكو اي استفسارات يبقى على القناة بتاعتنا او على صفحة اليوتيوب وعلى الانستجرام ماشي والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله